على الأفضل في العالم في تصويت الفيفا أنا أقول لكم مصادرنا بتقول كده منتظرين رد الاتحاد الدولي في هذا الشأن لأن الموعد الرسمية للاتحاد القرى النهاردة ذكرها في بيانه حسب الكلام المكتوب لا يعني أنت بعدت 15-8 وآخر معاك كانت 19-8 فأنت بعدت بشكل سليم ونفس الأمر ده على فكرة حصل السنة اللي فاتت لأن السنة اللي فاتت نفس الأمر لما كان سلاح تطلع في ضمن السلاسة الأوائل وكان ترتيبه التالت في تصويت الأفضل في تصويت الفيفا كان وقتها خفير أجيري وكابتن المنتخب أرسله وكان ساعتها موجود المهندس أبل هيطة بيبعث الاستمار أو بياخد الاستمار وبيديها للمدير الفن وكابتن المنتخب بياخد التصويت عليها وبعد كده بيسلبها لإدارة الاتحاد هي بتتعامل بقى وبترسله حسب الميل على فكس على حسب الطرية الإدارية للاتحاد بيتعامل فيها في مثل هذه الأمور لكن الكلام اللي بيتقال فكرة اهتماد أو تصويت الكابتن شاو غريب ممكن يكون ده هو اللي عطل الصوت لكن بشكل عام عشان النهاردة محمد صلاح كان طبعا لي وجهة نظر في حسف أنه هو كلاعف في منتخب مصر وتويتا بعدها اتكلم فيها عن أنه هو طبعا بيحب الناس بأيا كانت القرارات اللي بتتاخد أو أيا كان مواقف الناس معاه يبدو أن الأمر ممكن يكون فيه عدم احترافية لكن مش معصود مين يعني أنا عايز أقول حاجة مهمة جدا مين ما يكونش عنده محمد صلاح وما يدلوه صوته وبعدين مش فكرة بتدلوه صوته أو صوتك انت ليه عشان ابن بلدك لا ده ابن بلدك ومحمد صلاح السنة دي آه طبعا أقل من سنة ماضية في مباريات الدورة الإنجليزية لكن حقق دوري أبطال أوروبا وده أول لاعب مصري يفوز بدوري أبطال أوروبا ما كانش ليه حظك ويسمع منتخب مصر لكن تبقى أو يبقى قيمة اسم صلاح اسم كبير جدا فبالتالي أنا يهمني في البداية ما يكونش فيه أمر مقصود لكن أمر ممكن يكون فيه عدم احترافية أو عدم دراية ماشي نتناقش فيها أنا أتمنى ده ما يكونش موجود وفعلا بيان اتحاد الكورة مكتوب فيك كلام ده والاتحاد نفسه يفتح تحقيق لمعرفة ملابسات هذا الموضوع الشيء بس اللي بغضو على صلاح في هذا الأمر إنه هو دايما رد فعله سريع يعني المفروض النجومية أو قيمة لعيب كرة القدم التحديدة لما بيكون نجم لازم يحافظ على آخر تصرف لي أو آخر حاجة ممكن يتخيلها أي حد في الإنسان العادي أنا نجم الكورة ما تصرفش زي إنسان عادي حجم فعالاتي أو تصرفاتي أو حتى زعل من قرار أو موقف معين أتعامل فيه بالغرف المغلقة وهنا بتبان قيمة النجم فمحمد صلاح تحديدا في جزئية رد الفعل دايما بيبقى سريع محتاج يقعد مع نفسه شوية ويتناقش حتى مع أي مسؤول موجود في المنتخب أو في الاتحاد ويعرفوا لبسات الموضوع دي جزئية مهمة جدا أنا بوجهها لمحمد صلاح لأن حجم النجمية هنا أو قيمة وتقدير النجم لنفسه أب تقدير الناس ليه بتبان في المواقف اللازايدية وده بيخلي حتى زملاء للصحفيين في شمال إفرخي أو في المنطلة العربية بيبقوا سريعين دايما في الحديث وإزاي أنتوا في مصر بتقولوا على محمد صلاح فخرة العرب ومصر نفسها ما صوتتش لصلاح وصلاح نفسه متضايق فالأمر ممكن بينعكس بشكل سلبي علينا وعليك قدام العالم العربي أو قدام العالم بشكل عام لأن إحنا قيمة صلاح عندنا بالنسباننا أكبر بكتير جدا من أي نجم سواء ميسي أو كريستياني أو أي حد ممكن بيلعب فيه الكرة الأوروبية أو حتى في نجوم الأندية الكبيرة في أوروبا فمحمد صلاح قيمته كبيرة في مصر مكانتك وقمتك أولا من تصرفاتك قبل لعبك في كرة القدم أو لعبك في الملاعب الناس كلها عارفة قيمة الصلاح فأرد الفعل السريع ممكن يزعل الناس منك الأمر ممكن يكون فيه عدم دراية وفيه عدم احترافية في التعامل في الموضوع في فكرة أن ما كان شوفهم جاري مدير فني المنتخب فتم الاستعانة بالكابتين شاو هل كان منازيج جزئية هل ده كان سبب في عدم اعتماية تصويت مصر ولا أصلا ممكن تكون فيه مشكلة عند الاتحاد الدولي في السيستم عنده لما تم إرسال البيانات لي أنا أعرف خلال الساعات الجاية إيه اللي تم بالضبط في هذا الشأن لكن المهم بالنسبة لنا قيمة محمد صلاح بالنسبة لنا في مصر مهمة جدا وقيمته والمستوى اللي وصله في الفربول أو حتى بعد الفوز بدوري أبطال أوروبا لا إحنا تخطينا مراحل كبيرة جدا ما حدش كان يتخالف ومصر عندنا لعيب أو قيمة كبيرة تصل للمرحلة دي دي جزئية الجزئية التانية اختيار ميسي كأفضل لعب في العالم طبعا دي للمرة ستة لكن ميسي بالتأكيد اسم كبير ونجم كبير لكن هي المعايير يعني عايزين نعرف المعايير اللي ممكن الاتحاد الدولي يعتمد عليها آه بيبقى فيه تصويت من كل منتخبات العالم سواء الكوتش المدير الفني المنتخب أو حتى كابتن الفريق هل الامر ممكن كان ليه علاقة بالنجمية ميسي هل الامر كان ليه علاقة بمسألة نفسية الناس كلها ميالة لميسي عشان مفاسي مثلا بكوب أمريكا مستوى مع المنتخب الأرجنتيني لم يكن على ميرام الناس بتحب ميسي ككورة قدم خارج من دورة أبطال أوروبا في سيمي فانال أمام ليفربول بهزيمة ساقيلة 4-0 فالناس ميالة ليه كنحية بتحب المهارة بتحب الكورة في رجل ميسي دي قصة مختلفة لكن السنة الماضية كان اختيار لوكا مودريتش هل لوكا مودريتش كسبونسر وكروعاه ما جابش القيمة التسوقية أو القيمة المادية الخاصة بجائزة زابيست في الفيفا فبالتالي كان من الصعوب